المجلس العسكري متمسك بأجندته السياسية والعسكرية وبرؤيته لمستقبل النيجر بدون انتشار عسكري فرنسي نحن هنا بالنيابة عن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس الدولة ورئيس مجلس حماية الوطن وقد أمرنا أن ننقل لكم تحياته ويدعوكم للبقاء يقضين فالمعركة في بدايتها إذا كان هناك تدخل عسكري عليهم فعله ولن تكون هناك مشكلة هذه هي النيجر وهذا جيشنا مضى شهر على انقلاب النيجر وقد جاء هؤلاء المتظاهرون للاحتفال مع العسكريين به أمر قصير لعسكريين في السلطة في أجندتهم العالمية أنهم يريدون البقاء لثلاث سنوات أخرى لكن هذا الوقت مر طويلا على كذف الإكواس الذين لا يريدون لهم البقاء في الكسر الرئاسي ولو بيوم واحد لم يجلب الوجود الفرنسي معه أي شيء للنيجر سوى أنه وضعنا في المزيد من الوحل والمشاكل والقتل مصادر قريبة من المجلس العسكري قالت أن هذه المظاهرات ستستمر حتى انسحاب القوات الفرنسية من النيجر في المهلة التي حددتها لها السلطات الجديدة خليل والدجدود الحدث نيامي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر